أيها الأخوة المواطن روحي للمحافظة نينواء ويانا المرشحة السيدة نادية ناصر الجبوري وآني شهادت شهادت بيها مجروحة هي اخترجال وسباعية وتتواصل ويالناس أنا متابعة هاي صال لي تقريباً أربع سنين خمس سنين والله يا عمي من أشوف المضايف تروح ويالشخصيات الاجتماعية والطالبة بحقها هلها وشوف هالاستقبال وهالمحبة وهالاحترام إلها كسيدة عراقية مصلاوية تفتخر أنت كعراقي تفتخر يعني والله يا عمي لجبوريات سباعيات ولا يهون العراقيات كلهم بس ريدهم بالانتخابات هم يروحان يختارن ويا زواجهن وأولادهن وأخوتهن وأخواته روح ليختارن بنتهم اللي ما يوقف فيها والبقية العشائر والقبع اللي ما يوقفون ويا بنتهم البنت أنت تريدها سند إلك فأتيضاً لازم تكون سندة حالياً سيدة نادية هي بتسلسل نادية ناصر الجبوري أخوة نادية رح تحكي لكم هاي عدس أربع دقائق حكي لهم لها لك وناسك يا حياة الله أختي يا مرحب هلأ برفعة الإعقال حياة الله سيدة نور حياة الله حياة الله أخي العزيز يا مرحب نادية ناصر الجبوري تولد أربع وصغرين نعم نعم خرجت كلية القانون جامعة الموصل حقيقة يعني عملت مسؤولة تمكين المرأة في ديوان محافظة نينوى وكذلك مسؤولة مسؤولة شعب تمكين المرأة ومستشار المحافظة لشؤون المرأة والطفل وحالياً أشغل منصب مدير فرع تموين نينوى شاركت في الانتخابات البرلمانية السابقة حصلت على عدد الأصوات 4604 صوت عن الدائرة الخامسة في محافظة نينوى اليوم أنا مرشحة عن حزب السيادة 185 رقم التسلسل 4 نعم كلمتك لأهلتي وديرتي وناستي وأنا قتلت شهادتي بيش مجروحة قدام كل الشعب العراقي محبة واحترام وكل العشائر والقبائل والمثقفين والأكاديمين والله يا بنت العم نفتخر بيها نفتخر بنتعمنا وبالجبوريات لكن ش تقول لهم بالنسبة للمشاركة بالانتخابات فضلي يبارك بيك الله يسلم أستاذنا أستاذ أنور طبعاً أنا شهادتي بيك مجروحة لأن كانت لك بصمة ووقفة قوية أبال الانتخابات السابقة لمن وقفت معايا وقفة عراقي غيور على أخت العراقية وبارك لك هذا الموقف ولكل أخوتنا العراقيين مع بداية تحرير الموصل لحد الآن أخي الكريم ما زالت بعض الملفات العالقة التي استوجب الوقوف عليها والعمل على تدير الصحاب في سبيل تسهيل أمر أهنة في محافظة نينوة من هذه الملفات التي سنعمل عليها في المرحلة المقبلة بما أنه آني زوجة شهيد وأخت لي شهيد قتل على يد العصابات الإرهابية الداعشية أثناء دخولهم للموصل أعمل على استحصال ملف الشهداء استحصال حقوق ذوي الشهداء والمغيبين كذلك ملف التعويضات ملف عالق لحد اللحظة وعندنا أيضا ملف آخر وهو مهم حقيقة أنا يوميا ألتقي بكثير من الأمهات والزوجات التي يأتي إلى زيارتي في المكتب التي يناشدن الشيخ خميس الخنجر ويناشدنه بخصوص إطلاق قانون العفو العام الكثير من أبناء الموصل الذين كانوا ضحية للمخبر السري والاعتراف القسري أبان عمليات التحرير هذا الملف بحد ذاته يعني ملف يجب الوقوف عليه والدفاع عن مصير هؤلاء المحكومين الأبرياء من العراقيين والذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء كذلك عدنا ملفات كثيرة ملف الزراعة ملف التربية ملف ألا هو القضاء على البطالة القضاء على البطالة حقيقة اليوم الموصل تعاني كثير من البطالة إعطاء دور مهم للشباب في المرحلة المقبلة لأنهم هم صناع القرار وهذا يحتاج إلى وقفة جادة كذلك كثير من نشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه محافظة الموصل شهدت عمار كبير نعم نحن نقول هناك عمار لكنها لم تكن بالمستوى المطلوب اهتمت بالشوارع وتزينه وما إلى ذلك ونسى البناء التحتية نحن نحتاج إلى تغيير إداري كبير في محافظة نينوة والقضاء على الفساد الذي عشعشها في المؤسسات الحكومية عندنا ملف آخر وهو مهم مع الأسف اليوم أبناء المكون العربي السني من داخل محافظة نينوة وأنا أقولها المكون العربي السني لا يستطيع البناء إنهم يمتلكون أراضي في سهل نينوة في أطراف نينوة لا يستطيعون البناء ولا يستطيع أي شخص من أبناء الموصل الدخول على هذه المناطق وكأنما يدخلون على هذه المناطق باج وكأنهم داخلين إلى الأقليم ليش هو مؤمن الموصل إذا له الحق في البناء وهذا جهدكم إن شاء الله من توصلون إلى مجلس المحافظة أنا أشكر إن شاء الله إن شاء الله نشوفه في مجلس المحافظة ونشوفه وندي وصية أخيرة تقوليها أستاذ العزيز وصية أخيرة الأهلي في ناحية حمام العليل وأهلي في جنوب الموصل عفية وأهلي في محافظة نينوة قبائل الموصل أنا بنيتكم وخيتكم الجبورية بخدمة كل أهل الموصل فوقفولها إذا وقفتولها ووصلت وتخدم أهلها والما تخدم أهلها نحن نحن نعود حاسبوها بارك الله بيش يا حياتي الله تسلمين إذن كانت ويانا المرشحة سيدة نادي ناصر الجبوري حزب السيادة 185 رقم القائمة تسلسل أربعة بارك الله بيش تسلسل أربعة